بعد إقرار المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس لقانون العائلة المسيحية لبطريركية الروم الأرثوذكس التقى سيادة المطران خريستوفوروس بشريحة واسعة من أبناء الرعاية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة شملت الأعيان والقضاء والمحامين والمؤمنين في قاعة وهبي تماري في النادي الأرثوذكس في عبدون تمحور اللقاء حول قانون العائلة المسيحية الجديد فشرح سيادته القانون وحيثياته ومفاعله القانونية بعد ذلك أجاب سيادته على بعض أسئلة الحاضرين فيما أجاب عن الشق القانوني المحامون والقضاء وكان القانون الجديد قد دخل حيز التنفيذ في كافة المحاكم الكنسية الأرثوذكسية منذ مطلع شهر آذار الحالي حيث تضمن تعديلات جوهرية ومن أبرزها الوصية والتبني والميراث والهدنة والحضانة وإنشاء بيت العائلة المسيحي وتسريع الإجراءات القضائية خاصة لقضايا النفقة والمشاهدة والحضانة